هل كنت تجلس ذات مرة مع صديقك وأخبرته أنك ترغب في شراء شيء ما ومن ثم قمت بفتح الهاتف الخاص بك ووجدت أنه يعرض عليك إعلانات لشيء الذي كنت تتحدث مع صديقك عنه وترغب في شرائه من المعروف أن الهاتف الخليوي الذكي يوجد معنا طوال اليوم لكن هذا يعني أن الحكومات تستخدمهم دوما للتجسس علينا العديد من الشركات صرحت أن أغلب التطبيقات التي تم نشرها على الهواتف الخليوية حتى من ضمنها ألعاب الأطفال مصممة ببرامج سوفتوير تدعى الفونسو يقال أن برنامج السوفتوير هذا يستخدم المايكروفون الخاص بهاتفك حتى يتمكن من الاستماع للإعلانات التي تراها على التلفاز الخاص بك حيث أنه يحصل على الموجات السماعية من التلفاز ومن ثم يكون قادرا على أن يوفر لك الأشياء التي تبحث عنها وترغب في أن تجدها على الإنترنت بسهولة إلى أن برنامج السوفتوير هذا لا يقوم بتسجيل صوت البشر تمكنت شركة فيسبوك من اختراع جهاز يدعى بيكسل حتى يتمكن من تعقبك حينما تبحث على شيء ما على الإنترنت حتى لو تركت هذا الموقع حيث أنهم يستقبلون بعض البيانات منك من خلال تصفحك ومن ثم يستخدمونها في المرة القادمة ليسهل عليك الأمر يوفرون لك الطريقة المناسبة للبحث عن أي شيء ترغب في البحث عنه بكل سهولة حتى تصبح قادرا على أن تجده دون أن تبدل أي مجهود أو حتى تبحث عنه العديد من المواقع تستخدم خاصية الفيسبوك مما يعني أنهم يتتبعون كل ما تبحث عنه على الإنترنت ومن ثم إن لم تشتريه من على الموقع ستجده أمامك على الفيسبوك ولكن الأمر المخيف أنهم أيضا يتبعونك ويعرفون أخبارا عنك حتى وأنت غير متاح حيث أنهم يجمعون أكثر من 52 ألف معلومة كل يوم من المواقع التي تتصفحها أيا كانت هذا يجعلهم أيضا يدركون كل المعاملات التي تقوم بها وكل الأشياء التي تشتريها على الإنترنت مما يسهل عليهم معرفة كيف يقوم بتتبعك وتوفير كافة الوسائل التي تبحث عنها في هذا التطبيق هذا يعني أن هاتفك قادر على التجسس عليك وقادر على تتبعك أيضا فحينما تتصفح أي تطبيق تقدر الشركة على معرفة موقعك من خلال تتبع أقرب شبكة لك كما أنهم يقدرون على معرفة ما تبحث عنه وما تقوم به على هاتفك كما أن خاصية تحديد المواقع أصبحت مطورة للغاية وقادرة على معرفة أين تذهب وكيف ستذهب لذا من المتوقع أن تجد أنه سيتم إرسال رسائل لك على هاتفك الخليوي مما سيعني أنك قادر على تصفح أقرب مكان مخصص لبيع شيء الذي كنت تبحث عنه والسبب الذي يمكنهم من القيام بهذا الشيء هو أنك عند تثبيت هذا التطبيق تقبل وتوافق على الشروط والأحكام التي يطرحها عليك ومن بينهم هو التجسس والوصول لكافة البيانات والوسائط التي توجد على هاتفك كما أنه تم عمل دراسة واتضح أن أكثر من 74% يتخطون هذه الشروط ولا يفكرون في قراءة هذه الشروط بالمرة حتى أن 98% يتعرضون لسرقة البيانات وتجميعها لكل الشركات التي تسعى للتجسس على كافة العملاء لذا لا تنسى أن تحرص على محاولة عدم تثبيت التطبيقات الغير آمنة حتى لا تعرض نفسك للقرصنة ولا يتمكن أحد من الدخول للحساب الخاص بك وسرقة بياناتك والتجسس عليك لأنه اليوم في أيام من تلك أصبح من السهل للغاية أن يتمكن أي شخص من الدخول لحساب الآخرين والتجسس عليهم بكل سهولة ومعرفة كافة البيانات الشخصية اشتركوا في القناة